اشتركوا في القناة الانتقال لأي قسم رئيسي من هذه الأقسام من خلال النقر ومن ثم التوجه بتقنية السلايد زوم مثل ما نشايفين على الشاشة ففضلا وحبا وتكرما من حضراتكم ضغط مفتاح اللايك وترك التعليقات ونعمل مشاركة لهذا الفيديو وأيضا إذا كنت نضيف جديد على قناتنا من التشرف فيك اضغط مفتاح الاشتراك وفعل مفتاح الجرس ليصلك من أحمد صالح كل جديد ويلا مباشرة لحتى نشاهد الإعلان ومن ثم نبدأ بلقانة جميل والمتميز مع حضراتكم لهذا اليوم اطلب خدمتك نحن فريق عالمكم مستعدون لتلقي طلباتكم لتنفيذ خدمات متميزة وبجودة عالية وزمن قياسي تصميم المواقع الإلكترونية بكافة مجالاتها وتخصصاتها الشخصية والكورسات والمدونات تصميم متاجر إلكترونية إدارة المواقع والمتاجر الإلكترونية تطبيقات الموبايل إنشاء قناة على اليوتيوب وإدارتها بالكامل وتحقيق شروط الربح في شهر واحد فقط تصميم مشاريع بواربوينت احترافية لكافة المجالات إنتاج فيديوهات موشنغرافيك خدمات منتاج الفيديو وخدمات البث المباشر للفيسبوك واليوتيوب ماذا تنتظر؟ عالمكم طريقك للاستثمار في عالم الإنترنت أهلا بكم يا أحبابي مرة تانية مثل ما نشايفين نحن الآن في برنامج بواربوينت ورح نبدأ بشرحنا لاستخدام خاصية السلايد زوم لمخطة سوات لكن بطريقة جميلة وبحيث يكون تراكب الشاشات الأربعة أو السلايدات الأربعة بطريقة متكاملة فرح نبدأ على بركة الله بداية عندي احتياج لموضوع تنسيق الخلفية رح ننقر بمفتاح الموس الأيمن وبتوجه إلى تنسيق الخلفية وبجي باختار تعبئة متدرجة تعبئة متدرجة النوع اللي المختارين هو النوع الخطي والاتجاه هو أعلى وأسفل أو أسفل وأعلى النقطة الأولى لأخذينا هي اللون الأسود متل ما أنا شايفين أما التدرج الثاني أو اللون الثاني هو اللون الرمادي تمام؟ طيب رمادي داكن يعني عندي فقط من الأسفل عندي لون الأسود ومن الأعلى لون كاشف شوية عن اللون الأسود رح أترك لكم بوصف الفيديو أكواد الألوان المستخدمة إذا حابين تطلعوا نفس الألوان اللي أنا مستخدمها بلقاءنا لهذا اليوم طيب بعد ما قمنا بتزيين أو تنسيق الخلفية رح نتوجه إلى قائمة عرض ومنفع الخطوط الإرشاد بتوجه إلى قائمة إدراج من أشكال رح نختار شكل بيضاوي أضغط مفتاح الشيفت وبنقر مع السحب ليرسم دائرة بمساحة معينة بتوجه إلى قائمة تنسيق الشكل وبضبط المحاذاة يكون عندي الشكل الدائري في الوسط وأيضا في المنتصف بتوجه إلى إدراج من أشكال رح نختار شكل المستطيل أضغط مفتاح الشيفت وبنكر مع السحب ليرسل مستطيل لكن مع ضغطة مفتاح الشفت هو أعطاني شكل المربع بحرك الشكل المستطيل حتى يكون مطابق على الربع العلوي اليساري ان احنا شايفينه من الدائرة بالضبط تمام؟ بعد ما تم تحديد التطابق بشكل تام بقوم بتحديد الشكلين مع بعضهم البعض وبتوجه إلى قائمة تنسيق الشكل ومن دمج الأشكال رح نختار التقاطع بيكون حصلنا فقط على ربع دائرة مثل ما نشايفين بالضبط يا أحباب رح أضغط كنترول مع الشفت وبنكر مع السحب لحتى نحن نعطي مساحة أكبر لهذا الشكل وبسحبهم إلى الزاوية اليمينية أو السفلية اليمينية من الشريحة إذا حبينا نوسع ونضيق شوي وناخد المساحة نحن محتاجين خلاص رح مفتاح الشفت وباخد الزاوية وبكبر وزغر بالطريقة يلي بتناسبني لحتى أضبط المحاذاة بشكل أفضل بتوجه إلى تنسيق الشكل وأنا محدد على الربع دائرة اللي نحن رسمناها وبتوجه إلى محاذاة وبختار محاذاة إلى اليمين ومن ثم محاذاة إلى الأسفل عشان موضوع تطابق مية بالمية بختار منها كنترول زائد دي أي تكرار أضغط شفت وبقلل شوي من مساحته كمان بنفس المبدأ بختار محاذاة إلى اليمين ومن ثم محاذاة إلى الأسفل لحتى أنا أعطي هذا التطابق مثل ما نشايفين بالضبط يا أصدقاي رح نبدأ الآن بتزيين هذا الشكل خلني أتكلم شوي عن الشكل يلي استخدمناه بداية هذا هو الشكل ورح نبدأ بالتنسيق بخطوة خطوة رح أعلمكم يا أهم ورح أتشوفوا كمان الأكواد المستخدمة بوصف هذا الفيديو لكن رح أشرح الطريقة الآن على هذا الشكل خلني أوسع بس الحرف على طرف تمام على هذا الشكل ورح ننسخ التنسيقات وناخده لحتى ما أطيل عليكم بهذا الفيديو كتير الآن الشكل العام لتنسيق الأشكال الشكل ياخد معي عبارة عن بوردر وهي الحواف وعبارة عن التعبئة وهي الفيل الآن احتياجنا برسمتنا اليوم يكون في عندي بالحواف حافة واحدة فقط هذا هو الإنحناء أو القوس الدائرة هو اللي يعمل له ستروك أو بوردر أو حد خط رسم طيب أنا لو جيت إلى رسمتي الآن هذه الرسمة تمام بغض النظر عن الفيل أو التعبئة وجيت إلى خط الرسم واخترت خط رسم أو لون متصل معين واخترنا أي لون وليكن اللون رح أستخدمه اليون خلي أنا أوسعه شوي بالعرض عشان يضح لقالكم رح نشوف أنه تم أخذ الخط على الاتجاهات كاملة يعني إذا في عندي أنا بعد وثنين وثلاثة أو شكل اثنين وثلاثة الخط كامل خط الرسم تم تزينه كيف رح نشتغل بتركاية جميلة اليوم بحيث أنه أنا ما ألون للحافة اليمينية ولا الحافة السفلية لجزء الدائرة اللي نحن أخذينه أنا فقط بدي ألون إيش؟ فقط القوس هذا الموضوع ليس بخط الرسم هذا الموضوع متعلق بالتعبئة تمام بالتعبئة المتدرجة بتركاية اليوم رح ندرب عليها فخلني أختار أول شي بلا خط وبختار تعبئة متدرجة عندي رح يكون في عندي أكتر من اللون القيم يلي أنا ما أخذها هون تماما رح أتسجلوها عندكم واحد واحد باج إلى اللون الأول هذا هو اللون الأول وبختار الموضوع يكون عنديها 20% يعني ليس بالصفر في المية بعد 20% وباجي بختار اللون اللي استخدمناه بالخلفية لون الرمادي الداكن تمام؟ هذا هو اللون لون الرمادي الداكن يلي استخدمناه بالخلفية لما قمنا بتنسيقها طيب بعد المنا رح أضع اللون الأسود هذا اللون الأسود تمام؟ لون أسود قاتم يعني لكن بيجي بالموضع وبضع 69% 69% طيب عند السبعين بالمية رح نضع هذا اللون أو أي لون أنت بتختاره بتصميمك يعني بضع هذا اللون الآن باجي إلى موضوع النوع وبختار الشعاعي والاتجاه تختار الآن الزاوية حسب اتجاه الشكل لقوس الدائرة اللي هو عندك طالما أن هذا الشكل اللي عندي بهذا الاتجاه فأنا باخد هذا الشكل بالضبط تمام يا أصدقاء؟ إذا ما بنسى فقط أني أنا أركب إيش المواضي فنحن لو رجعناها شوي وقربنا هذا عند السبعين في المية رياطيني للستروك تمام؟ فأنا بنسى الموضوع وبضع السبعين تمام؟ وبجي إلى اللون الأسود وبختاره بنسبة التسعة وستين هذا اللون الأسود خلينا أنا أبعده من شوي هذا اللون الأسود أول شي بنختاره تسعة وستين تمام؟ وبجي إلى اللون الثاني وبجعله السبعين تمام؟ لحتى ما يحصل هذا التدرج ويكون معي على شكل بخدعة بسيطة بيكون قمنا بتنسيق الشكل بالطريقة يلي بتناسبنا ومن رجعه طبعا إلى المكان يلي هو كان عليه اشرحت لك الطريقة وأكواد الألوان رح تكون موجودة بوصف الفيديو لحتى ما نتعذب كتير رح نقوم الآن بنسخ التنسيق وبتوجه إلى رسمتي الجديدة وبلسق مباشرة التنسيق على الجزء الدائرة اللي نحن مختارينه بنفس المبدأ خلينا أرجع المحاذاة يكون عنديها إلى الأسفل ومن ثم المحاذاة إلى اليمين ليرجع الشكل مكانه 100% رح ننقر الآن باليمين ونختار تكرار للشريحة بالشريحة الثانية أنا محتاج أعمل قلب لهذه الأشكال يكون معاي بالناحية التانية بجي إلى الشكل الأول وبتوجه إلى تنسيق الشكل ومن استدارة بنختار انعكاس عمودي وبرجع باختار محاذاة إلى الأعلى وبرجع بضبط وبتذكر أن المحاذاة رح تكون معاي لليمين بجي إلى الشكل التالي نفس المبدأ بقوم بعكس من خلال استدارة باتجاه أو انعكاس عمودي وبجي إلى محاذاة وبختارها للأعلى وبتأكد أو بضبط قلنا المحاذاة إلى اليمين نفس المبدأ بنقر باليمين وبتوجه إلى تكرار الشريحة هذه الأشكال محتاج يكون عند يد اليسار فبحدد الشكل الكبير نتوجه إلى تنسيق الشكل ومن استدارة بختار انعكاس أفقي وبرجع إلى محاذاة وبختار محاذاة إلى اليسار 100% الأشكال متوافق معنا برجع بحدد الشكل التاني وبتوجه إلى الاستدارة ونختار انعكاس أفقي وبجي إلى المحاذاة وبختار محاذاة إلى اليسار لحتى نحصل على هذا الشكل بنقر باليمين و بنختار تكرار للشريحة بدي أعمل برضو كمان عكاس بأخذ الشكل الكبير بتوجه إلى تنسيق الشكل واستدارة بأخذ عكاس عمودي و من المحاذة بأخذ محاذة إلى الأسفل الشكل التالي بنفس الطريقة استدارة و انعكاس عمودي والمحاذة تكون معاي إلى الأسفل و انتهينا من رسم الأشكال فيني فقط أنا أرجع أرتب لحتى أشوف هذا التكامل الجميل موضوع الآن موضوع الصورة اللي نحن نضعها وين بداخل هذه الأشكال طيب طبعا موضوع الصور راح تشوفوا الروابط موجودة بوصف الفيديو لاتاخدوا المواد اللي أنا بستخدمها سواء كان للصور أو كانت الألوان وكل شي راح يكون جاهز إن شاء الله باجي إلى الصورة هذه الصورة وهي بنسبة الستة عشر على تسعة يعني هي على قدر مساحة الشريحة بالضبط ما راح تعزبكم نهائيا بختار كنترول زائد زي وباجي إلى الشريحة الأولى وبختار كنترول زائد في خلني أتوجه إلى تنسيق الصورة ونعطي إرسال إلى الخلف باجي بحدد الآن الصورة بضغط مفتاحة شيفت ومنحدد هذا الشكل وبتوجه إلى تنسيق الشكل ومندمج الأشكال راح نختار التقاطع لحتى أن أحصل على هذا التقاطع الموجود فقط لموضوع الصورة تبقى معاي على هيئة الشكل ذاته باجي إلى الصورة الثانية كمان بختار كنترول زائد في وبعطي كمان إرسال إلى الخلفية بحددها مع الشكل الثاني من تنسيق الشكل بنفس الطريقة منختار التقاطع باجي إلى الشريحة الثالثة بختار كنترول زائد في وبنختار الصورة تكون معاي إلى الخلف بحددها مع الشكل المراد تعبئته بجزء من الصورة بتوجه إلى تنسيق الشكل ومندمج منختار التقاطع وباجي إلى آخر شريحة عندي إياها بنفس الطريقة باجي بختار نقل إلى الخلفية مع مفتاح الشيفت بحدد الشكل وأيضا من تنسيق الشكل باجي بختار التقاطع ممتاز والكلام جميل جدا لحد الآن موضوع ترتيب الصور رح نناقشها بعد شوي وأعطي بعض الملاحظات أنت بتشتغل بالطريقة اللي بتناسبك لكن رح أتكلم في ملاحظة بعد شوي لحتى ما أعيد ترتيب النصوص مرة تانية أنا رح أختار نصوص جاهزة الآن طيب رح نقوم الآن بتكرار أحد الشرائح هذه تكرار الشريحة وخلني أضعها بالبداية المشروع وليكم بهذا المكان أستسني منها هذه الأشكال تمام أنا كنت محضر صورة أيضا اللي استخدمتها رح تكون موجودة بوصف هذا الفيديو مع حضراتكم بإمكانكم تستخدموا أي صورة يعني ندخلوا إلى جوجل وكتبوا مثلا طاولة شاشم رح تشوفوا تصميم جميلة لطرق عرض الشاشات مع طاولة الشاشم تمام بديكور منازل بالعموم رح نتشاهدوا لهذه الصور طبعا هذه الصورة محملة من موقع فريبك بإمكانكم تحصلوا عليها كمان بنفس الطريقة ما في مش لإطلاقا الرابط رح يكون موجود لحضراتكم طيب بعد ما جهزنا الشريحة بقي مع أي موضوع النصوص أني أنا أضيفهم إلى الشرائح الفرعية الثانية فرح أختار الشريحة الأولى طبعا نوع الخط رح يكون موجود عشان موضوع السرعة رح يستخدم نصوص جاهزة عشان فقط أني أنا ما أطلع لكم في موضوع الفيديو باجي إلى الشكل الثاني كمان كنترول زائد V وباجي باختار النص الموجود كنترول سين وبنرجع كمان لهون كنترول V وبقي عندي ال W كمان كمان باختار النص المجهز وباجي لهون باختار كنترول زائد V تمام برجع للشريحة اللي أنا مجهز فيها الخلفية بتوجه إلى إدراج بتوجه إلى صورة وباجي باختار صورة الشريحة وهذه هي ميزة سلايد زوم طبعا الشرائح اللي أنا قمت بتصميمه هون الشرائح الأخيرة هذون الأربعة عندي رقم تمانية والتسعة والعشرة والإدعاش وبعطي مفتاح الإدراج هذه عبارة عن صور مصغرات الشرائح تمام وأنا محدد بتوجه إلى تكبير وتصغير هي الزوم وباجي باختار بدون خط رسم أو بدون إطار أنا محتاج الصور تكون عندي إياه بدون إطار بقوم بتوزيع الأشكال كل شكل حسب أماكنه بهذه الطريقة عفوا بالضبط يا أحباب تمام بجيب أفعل أو بحدد وبنكر مع السحب لحتى أعمل التطابق لما إحنا شايفينه بالضبط يا أصدقائي تمام إذا الموضوع اتعثر معاك شوي ممكن إحنا الآن نقوم بإخفاء الصورة خلني أتوجه إلى جزء التحديد هذه الصورة أقوم بإخفاءة عشان الموضوع فقط يعني يضح معاكم وإذا حبيت أنك تلغي الخلفية بلا تعبئة أو بختار لون الأبيض خلي الموضوع يضح معنا مية بالمية هذا هي خطوط الإرشاد الشايفينه بجيب أنكر مع السحب وأعمل هذا التطابق نفس المبدأ تمام وعندي هذا الشكل وعندي أيضا هذا الشكل فحصلت على هذا التطابق وأنا هذا اللي أنا محتاجه بكون بتحديد الأشكال كله أو صور الشرائح المصغرة وبختار كنترول زائد جي برجع جهز التحديد وبقوم بإظهار صورة الخلفية رح حاول أركب الآن الصور فوق الشاشة بضغط أو بدون ما في مشلم بقوم بعملية التصغير تماما وممكن تضبطها حتى بالأسهم يمين ويسار لحتى تكون يعني منطقية بشكل أكتر بهذا الشكل بيكون حصلنا على مخطط جميل لتصميم الإصوات باستخدام يا أصدقائي فالآن إحنا لو شغلنا تمام وتوجهت إلى أحد العناصر هو رح يعمل الزوم لكن كيف أنا بدي أرجع لأن لو نقرت مرة تانية آه رح يتوجه للعنصر التاني أنا بدي يرجع إلى الصورة الأصلية مش يتنقل بين العناصر أنا بدي يا إيش يرجع للصورة الأصلية فلهيك هذه المزغرات بجي بحددهم وحدة وحدة وبتوجه إلى تكبير وتصغير وبختار العودة إلى الصورة يعني لما أنقر عليها مرة تانية يرجعني بالعودة إلى الشريحة الرئيسية أو الصورة الأصلية اللي هي بتكون مركز الانطلاق لألا مشروعه وللعمل بجي بشغل مرة تانية منلاحظ الآن لأنه لما أنقر رح يعمل الزوم ويعطيني محتوى الشريحة أنقر بأي مكان رح يرجعني إلى الصورة الرئيسية أنتقل لأي قسم أنا أشاء وليكن إلى هذا القسم إن أحببت بعد Escape الآن الملاحظة اللي كنت أنا بدي أذكرها خلني أخذ الصورة أول شيء اللي استخدمناها Control مع C وبجي لهون بختار Control زائد V ورح نزغر شوي عشان أشرح لكم والفكرة تصل معنا مية بالمية عشان تعمل التطابق الجميل ما بين الصوريات أو الأقواص أو الأجزاء المستخدمة على أقل النص العلوي يكون يعني بصورة متكاملة فلذلك بالنص اليميني العلوي بجي بختار هذا الجزء منه الصورة والجزء اليساري بختار هذا الجزء من الصورة فبجي إلى الجزء اليميني بس أتعلم هذه تركي الجزء اليميني اللي هو عندي هذا الجزء بجي بحدد الصورة تمام وبتوجه إلى تنسيق الصورة وبفعل اقتصاص تمام طيب نحن الملاحظين أنه تم أخذ الجزء اليساري فكل ما مطلوب أنك اضغط Shift وحرك الرسم أو حرك الصورة إلى أقصى اليمين بحيث يكون عندي هذا الحد واضح تماما خلاص بجي بعطي إلغاء أو بنكر بأي مكان لحتى ما أطل بشرح كتير أوضح لك الفكرة بهذه الصورة اللي أنا قبل شوي استخدمتها تكامل ما بين الصورتين جزء يميني وجزء يساري منها ونفس المبدأ جزء يميني وجزء يساري منها فقط لا غير وأصبح مشروعك جاهز مية بالمية طبعا هذه الأزرار رح تكون مربوطة مع شرائح فرعية تتكلم عن هذا المحور ولما أنقر مرة ثانية بيرجعني نفس المبدأ عندك هذا الزر بيكون موجود فيه تفاصيل أكتر بشرائح فرعية أكتر حسب المشروع سواء كان حقيبة تدريبية مشروع تخرج أي شيء أنت مختار فيه مخطط صوات فهذه طريقة جميلة للتعامل بهيكلية مشروع بالاعتماد على سلايد زوم يطلع لك تقاني متميزة في برنامج مايكروسوفت باوربوينت إذا حابين تطلبوا مني هذا الملف بمشروع متكامل حسب التخصص اللي أنتو شغالين عليه سواء كان بروفايل شركة سواء كان محاضرة تدريبية مشروع تخرج استمر في بناء المشروع كامل بما يتطابق مع احتياجاتك بالضبط ممكن ترسلوني عبر الإيميل الموجود بوصف هذا الفيديو لإرسال المواد أو المحتوى المقدمة من حضراتكم وأقدم لكم المشروع كامل إن شاء الله طبعا كل التفاصيل رح أرد عليكم من خلال الإيميل ألقاكم على خير ودمتم برعاية الله محبكم وأخوكم أحمد صالح والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا